أهلا بكم رعى جلالة الملك عبدالله الثاني فعالية إطلاق المخطط الهيكل الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عماد السيد المسيح المغتص بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار والحجاج القادمين إلى الموقع واستمع جلالته إلى شرح عن المخطط الذي سينفذ على عدة مراحل وهو مبني على دراسات هندسية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على قدسية المكان وروحانيته وتتولى مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمخطص إدارة تطوير المنطقة والإشراف على تنفيذ مخططه الهيكل الشامل الذي يجتمل على إنشاء قرية للحجاج ومتحف يسلط الضوء على أهمية المكان كإرث حضاري وديني